لا تنسوا تعملوا سبسكرايب وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتسلخوا لايك وتعملوا شير لاصحابكم مشان يستفيدوا مثلكو واللي في عنده اسئلة او افكار لدروس معينة يكتبها تحت نروح هون على اوبن بعدين شابتر 2 اه 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 ايكتر كايبل تري فهسا بنا نتعلم كيف نضيب كايبل تري مع شوية كوردينيشن تريكس فاعدا هسا عندي انا هون هذا شوية التعديلات بدي اعملها اول شي قبل ما نبالش عندي هاد الكوندويت بدي ازبطه خلو نعمل هيكة هو بار بعدين نسلك تاب مشان نعمل سلك لكل اللاين هاد بعدين نعمل ودليت الشكل هاد فاعدا هسا خليني انا ارسم كوندويت جديد فبروح لهذا الجنكشن بوكس بالشكل هاد باختار هذا النوت رايت كليك درو كوندويت فبعدين بروح هانا بتأكد انه مئة وخمسة وخمسين ممتاز فاعدا بروح هون بضاني ماشي بالشكل هاد هون استايت لعند هون مثلا بعدين بروح هاك لعند هالغرفة بعدين بروح هون زي هاك زي هيا اذا هاسا انا جهاز الكوندويت تابعي خليني اروح هون على البانيل هاي اه اغير مكانها فبروح هون على هذا السهم تابع الهوم ران بغير اللوكيشن تابو هذا الهوم ران خليني اغير اللوكيشن تابو اوديه العند هون بالشكل هاك بعدين بروح بعمل اسلك لهادي البانيل بروح بعمل Picking New يعني مش بعملها موف عادي لازم اروح على Picking New خلينا احطها هون هاي البانيل بالشكل هاك فاذا هاسا صارت جهز عندي فخليني اروح هون على موديفاي بعدين برجع خلينا اميّل على الكترهج الروم هون فاذا هاسا خلينا اضيط طبخ خلينا اروح هون على System فأروح هون على سوف نضغط في الـ Type Selector سوف تجد عندك الـ Family وهو الـ Cable Tray with Fitting وفي عندك الـ Family تاني الـ Cable Tray without Fitting وتحت نعدد طيبات انا بدي الـ Type هو الـ Leather Cable Tray سوف نضغط له الـ Selection الـ Leather Cable Tray بعدين خليني انا اشوف هون عندك الـ Elevation خليني ابلش الـ Elevation من عند الـ 50M 50M يدوبوا انه مبلش على الارض خليني اروح هون على الـ Electric Room ابلش من هاي المنطقة من عند هون الـ Cable Tray خليني امشي شوي بالشكل هاد عند هون بعدين خليني اضغط Select بالشكل هاد امشان امشي بعدين خليني هون اربع الارتفاع عندي الـ 275 اطلع لفوق شوي عند هون بعدين بميل عند تقريبا الباب هاد بشوي قبله بعدين بروح هون خليني اوقف قبل الـ Conduit بالشكل هاد عشان اشوف اذا في عندي اي كلاشنج او ايش زيه بدلا خليني هون نوقف بعدين هون خليني اضغط على مدفاعي مشان اطلع عندي من الـ Command وخليني اجيب هادا الـ Section هادا خليني اعملو موف بالشكل هاد امسكو وحركو وودي عند هون مشان اتبين عندي كل الغرب هاي خليني اجيبو هون بطريقة هاي بطريقة هاي خليني اعملو هادا هيك شوية من هون ازيدو بعدين اروح هون خليني امدو لفوق لبعد الـ Storage بعدين هون خليني اضغط على مدفاعي مشان اعمل اطلع من الـ Command واضغط على هذا المثلة تلاحظ هسا هاي الـ Cable Tray واصل عندي هون مشان امبين عندي بشكل اوضح خليني اروح هون على التحت من هون اعملو الـ Find هسا بينت معي الاشكال بحجامها طبيعية تقريبا وهي الـ Cable Tray واصل عندي هون وهي الـ Junction Box وهي عندي هاي الـ Conduit وهي كمان الـ Conduit الثاني بطالع اللي هو الـ 155 بس طالع من هون مباشرة فاذا خليني اعمل Select لهذا الـ Cable Tray بشكل ها بقدر امسكها النقطة وعملها اكمل بعملها ادراك لعند هون مثلا اذا بدي انزل تحت من عند هون بقدر مثلا انزل تحت لانو بضغط على الـ Node بعدين بروح هون اعمل Draw Cable Tray مثلا جبالي انزل تحت شوي بقدر انزل هيك تحت شوي بعدين بقدر اروح بالشكل ها باطلع لفوق مثلا شوية بالمسافة اللي انا بدي اياها مثلا اطلع فوق شوي ها بعدين بمشي فوق الـ Light هدول بالشكل ها خليني اروح هون خليني اوقف انا مشارك شو هدول الغرف خليني اوقف الى عند هون خليني اشوف شو هدول الغرف اللي قدام بش مبينات معاك خليني اضغط هون على موديفاي بعدين اروح هون على الـ Analysis بعدين اروح هون على الـ Space Stag خليني اضغط على الـ Space Stag اروح اول واحد هون هذا عندي يمبين هذا هو الكوريدور وهون عندي الـ Office وهذا الـ Storage اللي عندي فاذا انا ادوصل الـ Cable 3 للـ Storage High فهذا انا اعرفت شو الغرف الموجات ادكروا دور Office و Storage ادوصلها لعند لـ Storage High فخليني اوقف هون لانه في عندي مبين حيطة فخليني اروح هون اضغط على موديفاي بعدين اروح هون على الـ Level 1 واشوف شو صاير عندي فاذا في مجال امشي شوي اه في مجال امشي شوية فخليني اعمال select لهذا الـ Cable 3 على الـ Node High اللي هي Drag بعمل Right Click Draw Cable 3 وخليني انا اكمل الشغل تبي فاذا خليني شوي اعمل هون لانه تقريبا للمساقه هاي خليني اشوف لأ عامل Clashing فاذا خليني اعمشي فيها كمان شوي صغيرة كمان امر اروح هك ممتاز فش Clash فخليني اصل لعند هون بالظبط بالشكل هاد فاذا هسا الارتفاع جاي عندي هو بالشكل هاد مثلا خليني انزل من هون لعند الخمسين ام ام اعمل Drop بعدين اوصل لعند البانل هاي اوقف بالشكل هاد فاذا اضغط على موضفاي مشان اطلب من قماند خليني اطلع عليها من فوق فاذا هاي الـ Cable 3 رسمته لو رحت هون على الـ 3D نشوف كيف يطلع شكله طبعا في الـ 3D لاحظ ان هاي يبين معي الـ Cable 3 بس مش واضحة معي كثير فخليني ارجع على Level 1 وخليني نعمل 3D بطريقة ثانية فاذا خلينا اول اشي بالشكل هاد بديش انا اختار هاي خليني اطلع منها انا بقدر زي هيك مثلا اعمل Selection اضغط هنا على Modify فانشوف هون اللي عندك اللي هاي انا بقدر اعمل Selection لهذا الموضل بالشكل هاد فانتلاحظ انه انا مالدي اعمل Selection لللينك هاد اللي هو الـ Structure والArchitect خلينا اطلع منها واروح هون كمان مرة على هاي اللي هي Select Wind Element اضغط عليها مشان اعملها Block فهسا لو تداجي مثلا ما بقدر انا اعمل Selection لللينك هاي خلاص فاكلش تمام بعمل هون بالشكل هاد زوم بعدين اضبط الزوم اللي عندي بعدين بعمل زي كأني بعمل Selection عادي بالشكل هاد خلينا اضغط تمان مرة ابدعن هادي من هون امسك وخلينا اعمل Selection Window بالشكل هاد بالضبط زي هيك اعمل بس ان هم يكون عندي الكابل ترى يكون مبين فبضغط هيك وعمل Selection لاحظ بس عم تلو Selection طلع عندي Multi Selection انا بدي اروح هون على View خلينا اروح على هاد تلاقي عندك نوع شي عندك Selection Box لو انا ضغط عليه هذا Selection Box بالشكل هاد طلع شو سوالي هاي بياني الكابل ترى والشكل هاد طلع يعني بيان لكل ال Elements الموجود عندي وفرجيني كل اشي انه ما فيش عندي ولا اي Clash لو رحت هون حطيته Realistic بالشكل هاد واجيت هون مثلا خلينا اعمل هيك ألفها تلاحظ هيا جاي معاي زي هيك ها ضغط Shift Key بعدين اعمل ال Wheel تبع الماوس تلاحظ انه كيف تبين معاي كل اشي انه ما فيش اي Clashing بالشغل الموجود عندي فهذا عبارة عن Coordination يعني هاي طريقة كيف تعمل Coordination تكون ما فيش ولا اي Clashing لا بين المواصير هاي ولا بين ال Conduits ولا بين اي اشي بالشكل هاد فهاي المواصير هاد خنشوف ها نعملها بالشكل هاد مش هل تبين معاي اوضح فايدا بدين كمان مرة Shift Key خلين اعمل Drag تطلع ولا في عندي اي نوع من انواع ال Clash فاذا هاي هي طريقة كيف انت تعمل Coordination انك تعمل زي هيك Section ترسم البدك اياها عن طريق Section وبعدين تستخدم مثلا Level 1 تشوف كيف بدك تكمل بعدين تروح مثلا على 3D بالشكل هاد وتشوف كيف يزبط معاك بالشكل هاد فاذا في عندك كذا طريقة انك تقدر تستخدم The Views كلياتها بحيث انه انت ترسم Electrical Cabel Tray وال Services ثانيات زي هدول المواسير وال Junction Box Fixed Chars Lighting Fixed Chars وتشوف كل اشي بالنسبة للك بصورة اشمل و اوضح فاذا اللازم تستخدم كل مهاراتك في الموضوحة ياريت ما تنسوا تعملوا Subscribe وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتسلخوا Like وتعملوا Share لاصحابكو مشان يستفيدوا مثلكو واللي في عنده اسئلة او افكار لدروس معينة يكتبها تحت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة at least